اكد سعادة السيد زايد من راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة اهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المسارات التنموية باعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني استنادا الى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 20-30 جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بسعادة السيد سمير عبداللناس رئيسي غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلاة بالشأن الصناعي والتجاري وهم التطورات التي يشهدها قطاع الصناعة والتجارة في مملكة البحرين وخلال الاجتماع نوها سعادة الوزير بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم التعاون والعمل المشترك مع حكومة مملكة البحرين من اجل تحقيق المزيد من التطلعات بقطاع الصناعة والتجارة وبما يرفض المسيرة التنموية الشاملة من جانبه عرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في دعم قطاع الصناعة والتجارة في مملكة البحرين